اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة القراءة والفهم والمفرزات الجديدة دي الحلقة التانية لو ما كنتش تفرجت على الحلقة الاولى انزل في البلاي لست او قائمة تشغيل وتفرج الحلقة الاولى ضروري جدا 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 عشان تفهم احنا ماشيين ازاي زي ما تعودنا في الحلقة الاولى احنا بناخد 15 كلمة جديدة بنعرف نوع الكلمة ايه في الجملة يعني اذا كانت verb اذا كانت noun اسم اذا كانت preposition حرف جره وهكذا بنحطها في مثال عشان تثبت في دماغنا وبعد كده بناخد exercise وفي اخر الفيديو بناخد قصة بنجمع فيها الكلمات اللي احنا درسناها في الفيديو فقبل ما نبتدي مع بعض روح هات وراء وقلم حالا لان انت هتحتاجهم جدا 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 يلا بينا خلينا نبتدي مع بعض اول كلمة معنا هي كلمة adventure 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 يعني مغمرة اوكي وده in noun اسم في الانجلش خلينا نحطها في مثال riding in the rough water was an adventure riding in the rough water يعني ركوب الامواج العتية كان مغمرة تاني كلمة معنا وهي كلمة approach approach ويمكتوب جنبها في يعني verb فعل اوكي approach معناها يقترب من زي مثال لما اقول لك اي approach work انا اقتربت من العمل او the boy approached his school الولد اقترب طبعا نحط ايدي بتاعت الماضي اوكي لو عاوزين يعني اقترب من his school ما درسته. ثالث كلمة معانا وهي كلمة chemical. chemical هاول تكرروا رايك. chemical. chemical معناها المواد او المادة الكيميائية. ناخد مثال مع بعض. العالم مزج المواد الكيميائية. رابع كلمة معانا وهي verb فعل create. 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 create معناها انك تخلق او تصنع شيء جديد. create. create. اوكي زي مثلا لمقولك god created us ربنا خلقنا او she created an igloo from blocks of snow. يعني هي عملت igloo. igloo يعني كوخ جليدي من مكعبات السنو. طيب. الكلمة اللي بعد كده هي evil. 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 evil معناها صفة بمعنى شغير او شيء سيء سيء. مثال. the evil figure scared us all. the evil figure scared us all. الفجر او الشكل الشغير افزعنا كلنا. اوكي. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة experiment. 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 experiment يعني تجربة. مثلا مثال. the student did an experiment in science class. الطالب عمل تجربة في معمل او في فصل العلوم. اوكي. experiment اسم تاني بمعنى تجربة. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة اوكي. laugh. 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 و laugh معناها ممكن نستخدمها كاسم بمعنى ضحك او الضحكة او كفعل بمعنى يضحك. اوكي. كاسم. the sound of their laugh. الصوت بتاع الضحكة بتاعتهم. filled the room. ملى الاوضة. يبقى في تكر. laugh. ممكن نستخدمها كاسم. و ممكن نستخدمها كفعل. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة loud. loud. و loud هي صفة بمعنى اوكي. بنستخدمها عشان نوصف الأصوات العالية. واللي يسهل سمحها. اوكي. for example. the man's voice. صوت الرجل. was so loud. كان عالي جدا. that لدرجة we all could hear him. لدرجة ان احنا كلنا قدرنا نسمع. الكلمة اللي بعد كده. nervous. nervous. كلمة او صفة بمعنى متوتر. الولد بقى متوتر لما سمع الاخبار. الكلمة اللي بعد كده. noise. noise اسم بمعنى الضوضاء. the crying baby. البيبي البكاي او اللي بيبكي. made a loud noise. عمل ضوضاء عالية او ضوضاء صوتها عالي. noise. noise. عندنا بعد كده. scare. scare. scare فعل بمعنى يخيف. اوكي. زي مثلا. dogs الكلاب scare me. dogs scare me. كلاب بتخوفني. عندنا بعد كده كلمة secret. secret معناها سر. the two boys were sharing a secret. الولدين كانوا بيتشاركوا السر. وآخر كلمة معنا هي كلمة terrible. terrible معناها very bad. يعني شيء سيء جدا. زي ما قولك مثلا. the service in this hotel is terrible. الخدمة في الفندق ده سيئة جدا. او the way he treated his classmate. الطريقة اللي عامل بها زميله was terrible. يلا بينا نتحرك على الجزء الثاني من الحلقة وهو الاكسرسايز او التمرين. نخش بقى مع بعض على الاكسرسايز. اكسرسايز كده نتمرن على شوية من الكلمات اللي احنا اخدناهم. circle two words that are related in each group. circle يعني نحط دائرة على الكلمتين اللي ممكن يكونوا متشابهين في كل جروب. اول واحدة عندنا اربع كلمات. laboratory او lab يعني معمل. experiment a group. shout. يصيح. smell. يشم. بتيالي واضحة. a و b. laboratory. we experiment. احنا بنعمل experiment مين بنعمله في المعمل في ال lab. ركب اتنين. عندنا shout. يصيح او يزاع. carefully. بشكل حذر. create. we laugh. ها. فكر. ايه كلمتين اللي ممكن يكونوا مرتبطين ببعض. very good. laugh. و shout. الاتنين افعال. والاتنين كمان بيطلعوا من البق. حاجة بنعملها ببقنا. عندنا تالت كلمة. nervous. تالت سوال. nervous. terrible approach and worse. nervous متوتر. terrible سيء جدا. approach يقترب من. worse اسوأ. يبقى terrible سيء و worse اسوأ. اربعة. chemical secret loud noise. ارجع بص على كلمة اللي احنا اخذناها. يبقى loud noise. very good. يمشوا مع بعض. nervous adventure. خمس حاجة. project we scare. تفتكر ايه اللي ممكن يمشوا مع بعض. nervous adventure project scare. ها. nervous متوتر. و scare يخوف. و يبقى بعض في المعاني. very good. اوكي. تعالوا بنا بقى نتحرك على اخر جزء النهاردة. وهو ان احنا نحط المعاني دي في القصة. و نحاول نفهمها. يلا بنا. مايا's father had a lab. والد مايا كان عنده معمل. but she had no idea about it. لكن هي ما كانش عندها اي فكرة عن المعمل ده. her dad always locked the door. باباها دايما افل الباب. when he went inside. لما كان بيدخل. she knows that he used it to do projects for work. هي عرفة ان هو كان بيستخدموا عشان يعمل مشاريع للشغل. one night. مايا approached the door to the lab suddenly. مايا في يوم وصلت لي الباب بتاع اللاب فجأة. suddenly she heard a loud noise. فجأة هي سمعت صوت عالي. it sounded like an evil laugh. الصوت العالي ده بدى وكأنه دحكة شريرة. فكرين evil. we laugh. the noise scared her. الدوضاء افزعتها او خوفتها. so she walked quickly back to her room. عشان كده هي مشي التاني بسرعة لقودتها. her friend Liz came to her. next night صدقتها Liz قلت لها اليوم اللي بعده. and let's go back to the lab. خلينا نرجع اللاب تاني. and have some adventure. ونحصل على بعض المغامرة. but maia was nervous. لكن مايا كانت متوترة. cause the night before was terrible. لأن الليلة اللي قبلها كانت الليلة سيئة جدا. but she agreed. لكن هي وفقت. agreed. خدناها في الحلقة الاولى. they waited until maia's father left the lab. هما انتظروا الحد لما بابا مايا سيئة اللاب. to eat dinner. and he didn't lock the door as usual. وما أفلش الباب كالعادة. the lab was dark and girls had to walk carefully. اللاب كان ضلما والبنات كانوا لازم يمشوا بحرس. maia strangled chemical chemicals. maia shammet il chemicals. they heard an evil laugh. هما سمعوا دحكة شريرة. maia told liz what if a monster was going to kill us. إيه اللي حيحصل لو منستر. منستر يعني وحش. حيقتلنا. and she shouted for help. وزعائت طالب المساعدة. مايا's father ran into the room. والد مايا جري عالقودة. to help them. and turned on the lights. وي أضاء النور. he said. هو قال. ah you must have learned my secret. انتو أكيد عرفتوا السر بتاعي. the monster tried to kill us. maia said. الوحش بتاعك حول يقتلنا. maia قالت. monaster. you mean this. انت تقصدي ده. this is a pretty doll. دي عروسة جميلة. for you. and for your birthday. عشان عيد ملادك. but you can't have it now. لكن انت تقدري تحصلي عليها دلوقتي. زي ما عملنا في الحلقة الاولى. حسيب لك في اول comment او اول تعليق. اسئلة عن القصة اللي احنا خدناها دي. عشان اقيس درجة فهمك للموضوع. والاجابات هتبقى في الحلقة التالتة ان شاء الله. ما تنساش تعمل subscribe وتشترك في الصفحة. عشان نكبر اكتر واكتر. وقزاء العلم نشره. thank you and wish you all the best. مع سامة.